بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن نبتة الكركدي في مصر ويسمى في العراق بالكجرات وفي الجزيرة العربية بالغجر يتمتع شراب الكركدي بشعبية واسعة في معظم دول العالم فهو مشروب منعش ولذيذ يرطب الجسم ويلطفه ويمنحه الحيوية والنشاط ويمكن إعداده كشراب ساخن أو بارد وذلك يعتمد على الفائدة المرجوة من تناوله تتواجد النبتة بكثرة في المنطقة العربية خاصة في مصر وسوريا وأجزاء من العراق والسودان وبعض مناطق في الجزيرة العربية وتعد جنوب آسيا الموطن الأصلي لهذه النبتة وتتميز نبتة الكركدي بزهورها الكبيرة الملونة ويختلف لونها من الأبيض إلى الأحمر تبعا للصنف أبيض وأحمر فاتح وأحمر داكن وكذلك يختلف لون الثمرة تبعا للصنف ويمكن استخدامها للزينة بالإضافة لاستعمالاتها الطبية وتحول كل من زهورها وأوراقها إلى شاي ومستخلصات سائلة وتساعد على علاج مجموعة متنوعة من الحالات المرضية مثل اضطراب المعدة، العدوى البكتيرية، والحمى، وارتفاع ضغط الدم وعادة ما يتم استعمال أصنافها ذات الزهور الحمراء لهذه الأغراض وتتوفر أيضا على شكل مكملات غذائية وتجدر الإشارة إلى أن الجرعة المناسبة من الكركدي تعتمد على عدة عوامل مثل العمر، الحالة الصحية لكل إنسان بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى ولا توجد معلومات علمية كافية في الوقت الحالي لتحديد مقدار معين من الجرعات ولكن تجدر معرفة أن المنتجات الطبيعية لا تكون آمنة دائما لذلك يجب التأكد من اتباع الإرشادات الموجودة على ملصقات المنتج واستشارة الصيدلي أو الطبيب أو غيره من متخصصين الرعاية الصحية قبل الاستخدام كعلاج فوائد الكركدي البارد والساخن يحضر شاي الكركدي باستخدام أزهاره المجففة عبر إضافة مقدار ملعقة واحدة من هذه الزهور لكل كوب من الماء المغلي وتركه مدة خمس دقائق كحد أدنى ويصف المشروب من الأزهار ويمكن أن يضاف العسل أو مواد التحلية الطبيعية بحسب الرغبة كما يمكن استهلاكه باردا وتشير الأبحاث إلى أن شرب شاي الكركدي بشكل عام مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أسابيع قد يساعد على التقليل من ضغط الدم بمقدار بسيط لدى الأشخاص المصابين بارتفاع طفيف في ضغط الدم أو الذين يمتلكون ضغط دم طبيعي وقد أثبتت بعض الدراسات أن تأثير شاي الكركدي يعادل فعالية بعض الأدوية الموصوفة لارتفاع ضغط الدم وقد بيّنت إحدى الدراسات أن شرب عصير الكركدي أو الكركدي البارد ساهم في انخفاض ضغط الدم بشكل واضح وآمن لدى مجموعة من الإناث البالغات وقد بلغ أقصى تأثير له في غضون 15 دقيقة من استهلاك المشروب فوائل الكركدي بشكل عام يقوي ضربات القلب ويقتل الميكروبات مما يجعله مفيدا في علاج الحميات وعدوى الميكروبات وهو بيئة الكوليرا بطبيعته ومن خواصه أنه مرتب ومنشط للهضم حيث أنه حامضي كما بدأت مصانع الأدوية ومستحضرات التجميل والحلوى والصابون تستعمل المواد الملونة المستخلصة من زهر الكركدي في منتجاتها بعد أن استبعدت الألوان الكيميائية لما لها من آثار جانبية ضارة ويستعمل قصبغة طبيعية للأدوية والأغذية وأدوات التجميل التي تستخدمها النساء كل يوم مثل أحمر الشفاء ومساحيق التجميل وشنبهات الشعر وصابون الحمام واستخدم الكركدي منذ القدم في علاج مجموعة واسعة من الأمراض ونذكر من أهم فوائده ما يأتي يساعد على خفض مستويات الكوليسترولي الضار كما تبين في إحدى هذه الدرسات أن تناول شاي الكركدي يحسن أيضا من مستويات الكوليسترولي النافع والاحتواء الكركدي على مضادات التأكسد فأنه يساهم في الحماية من أضرار الزذور الحرة وبالتالي فأنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة وسرطان الدم كما يعتقد أيضا أن تناول شاي الكركدي قد يساهم في الحفاظ على صحة الكبد والكلة أيضا يساهم في مكافحة نزلات البرد حيث أن شاي الكركدي غني بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين جيم وبالتالي فهو يستخدم كعلاج شعبي لنزلات البرد أيضا يساهم في فقدان الوزن حيث يمكن لشاي الكركدي ومستخلصه الحد من الشهية وهذا بدوره يساعد على إنقاص الوزن ومع ذلك فأنه يوصى باستهلاكه بكميات معتدلة أيضا يساهم في علاج الإمساك حيث يمتلك شاي الكركدي تأثيرا ملينا واستخدم في الطب الشعبي في ألمانيا وقد يساعد استهلاكه بشكل مستمر على تنظيم حركة الأمعاء كما أنه قد يخفف من مشاكل الهضم يساهم أيضا في الحفاظ على صحة الكبد حيث أظهرت الدراسات أنه يعز الصحة الكبد ويساهم في الحفاظ على عمله بكفاءة وقد وجدت إحدى الدراسات التي شملت 19 شخصا يعانون من زيادة الوزن أن تناول مستخدصه مدة 12 أسبوعا يعني 3 شهر تقريبا يؤدي إلى تحسن أعراض مرض تنكس الكبد الدهني وهي حالة تتمثل بتراكم الدهون في الكبد مما قد يؤدي إلى فشله يساهم أيضا في مكافحة البكتيريا حيث أشار الدراسات أنبي بالاختبار أن مستخلصه قد يقضي على بعض سلالات البكتيريا كما أنه فعال ويمتلك تأثير الأدوية المستخدمة في علاج العدوى البكتيرية طبعا حكينا الآن عن فوائده بشكل عام أما محاذير السهلاك الكركذي فيعتبر الكركذي آمنا للسهلاك بالكميات الموجودة في الطعام كما يمكن أن يكون آمنا عندما يأخذ عن طريق الفم بشكل مناسب وبكميات معتدلة ومع ذلك فأن هناك بعض المحاذير التي يجب أخذها بعين الاعتبار وهي كما يلي الحمل والرضاعة الطبيعية إذ يعتبر السهلاكه غير آمن عندما يأخذ عن طريق الفم كدواء فقد يسبب بعض الأعراض الجانبية مثل حدوث اضطراب أو ألم مؤقت في المعيدة أو الغازات أو الإمساك أو الغثيان أو حدوث ألم عند التبول أو الصداع أو طمينا في الأذنين أو يحفز الطمث مما يؤثر بشكل سلبي على مرحلة الحمل لمرضى السكري فقد يسبب انخفاض مستويات السكر في الدم ولذلك قد يحتاج مريض السكري إلى ضبط جرعة أدوية السكر الخاصة به من قبل الطبيب وبشأن العمليات الجراحية وذلك بسبب تأثير الكركدي على مستويات السكر في الدم مما قد يجعل من الصعب السيطرة على نسبة السكر في الدم أثناء وبعد العمليات الجراحية ولهذا السبب فأنه يوصى بالتوقف عن استخدام الكركدي قبل أسبوعين على الأقل من موعد العملية الجراحية وبالنسبة لانخفاض ضغط الدم يوصى بتوخي الحذر عند شربه فقد يؤدي إلى تقليل ضغط الدم بشكل حاد ومن الأفضل عدم شربه حتى لا يتعرض الإنسان للإصابة بالدوخة والضعف وتلف القلب أو الدماغ وانخفاض حاد في ضغط الدم ويعتبر الكركدي مدرا للبول ومحفزا لإفراز الصفراء لذا ينصح بعدم الاكثار من شربه بكميات كبيرة والاعتدال دائما مفيد ولإعداد شراب الكركدي المغلي نضيف مقدار ملعقة من سبلات الكركدي المطحونة إلى كوب من الماء المغلي ثم نحليه بالعسل أو أي مواد تحلية طبيعية ويشرب خلال اليوم مرة أو اثنين ولإعداد شراب الكركدي البارد ننقع في الماء البارد مقدار ملعقة من الكركدي المطحون لعدة ساعات ونحفظه في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يوم واحد لأن حفظه أكثر من يوم يسبب ترسب أملاح الكالسيوم التي تضر بعمل الكليتين ويمكن إضافة بعض المنكهات الأخرى للشراب مثل ماء الزهر أو ماء الورد أو النعناع وحسب الرغبة والذوق الشخصي ويعتبر الكركدي من أبرز الأعشاب الطبية التي تحتوي على العدد من الفوائد للبشرة والشعر ويدخل فيه كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على حماية البشرة من أهم الوصفات الطبيعية التي يدخل فيها الكركدي وصفة لتقشير وتنظيف البشرة أحضري إناء وضعي فيه ملعقتين من زيت الورد وملعقة صغيرة من عسل النحل وملعقتين كبيرتين من الكركدي المطحون طبعا وخلطي المحتوى جيدا حتى يصبح الخليط ذا قوام متجانس وضعي قناع من الخليط على بشرتك واهتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء العادي واحصلي على بشرة نظيفة خالية من الحبوب وناعمة ورطبة وصفة للتخلص من الرؤوس السوداء أحضري ملعقتين كبيرتين من الكركدي المطحون وأضيف إليه ملعقتين من الماء وملعقتين من زيت السمسم واخلطي المحتوى جيدا وضعيهم على أماكن الرؤوس السوداء في بشرتك وتركيهم لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء العادي أيضا وصفة الكركدي والليمون لبشرة نظيفة ومسام نقية ووجه مضيء أخلطي ملعقة كبيرة من الكركدي المطحون مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وربع ملعقة من ماء الورد واخلطي المحتوى جيدا وضعيه على وجهك دلكي بشرتك بالخليط بحركات دائرية وتركيه على بشرتك لمدة نصف ساعة بعدها اغسلي وجهك بالماء وكرري ذلك حتى تزيل آثار الماسك وحصلي على بشرة نظيفة ومسام نقية ووجه مضيء حبيبنا هذا هو موضوع الكركدي شو رأيكم بالموضوع وتعليقكم عليه وللسلسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم ثقتكم بنا من راحب زوارنا الجدد اللي عم شفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما الجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر